محلياً استفادت ولاية خنشلة من برنامج استضراع الأسماك داخل أحواض السقي الفلاحي لفائدة بعض الفلاحين إذ تم ببلدية ترميل دائرة قيس بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بحضور المصالح الفلاحية استضراع السمك البلطي في أحواض السقي الفلاحي كبيرة الحجم عبر مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها استضراع أربعين ألف وحدة أما المرحلة الثانية فسيتم فيها استضراع خمسين ألف وحدة